علمتك ايه؟ وانت مرّيت بما احنا صعبة وفي سننا صغير وربنا الحمد لله انا جاك منها كنت لسا أقول لك ألف حمد وألف شكر ان ربنا اختارني وخلاني يعني أخوض هذا الاختبار أكيد يعني ما السهل على بني آدم عنده 36 سنة انه يعرف انه عنده 8 جلطات فرية أنا عارف عايزة أقول لك كل ما يرجع الموضوع ده وافتكروا أفتكروا أولادي دول أول حاجة شغلت بالي أنت مهنتك معتمدة على جسمك طب هيعيشوا ازاي هيتعلموا ازاي هيكلوا منين انت دخلك كله من شغلك راس مالنا احنا كفنانين جسمنا شكلنا صحتنا نمرة واحد الفنان لو صحته راحت خلاص يعني مش هتقدر تمثل لا انت معندكش مصادر أخرى للدخل لا لا أنا ما بعرفش أعمل حاجة غير شغلي فأول حاجة طبعا كانت ولادي اه اتعلمت ايه اتعلمت ان اخب بالي من نفسي وابقى مؤدب نحترم نفسي شوية في صحتك أنا أنا شخص عصبي جدا غصبا عني وانفعالي جدا اه واقول كل اللي أنا عندي واقوله بانفعال شديد هي مش عصبية يعني في ناس بتفتكرني عصبي أنا ببقى بقوله وانا بصدق عشان طلع من قلبك مصدقه جدا اه وازعل بسرعة جدا وانسى بعد خمس دقايق اه لازم اهدى شوية يعني قول وجهة نظرك بالراحة كده وبهدوء وإيه دي على كتفك يا ابن ساعات ممكن عشان تنام بتنام بشكل طبيعي ولا تاخد منوم عشان تنام اه لا ما بعرفش اناخد المنومات ولا مهدئات بس ما بنامش يعني ممكن اخش الصغير واحد انام تسعة الصبح يا اه اه والله تفكر فيه بفكر في كل حاجة والله عمل بفكر اه انا شخصية غلثة على نفسي يعني انا جلد الزيت جدا عشان كده لما اجيه ازعل مع حد ولا حاجة فيجي يقول لص انت عمدت خلاص سيبنا انا مع نفسنا انا كفايا على اللي عملته انا مع كريم فبفكر ايه اللي انا عملته اه اللي اختيار ده صح اللي اختيار ده غلط الفيلم نازل امتى اه قبل الفيلم حل البلد هيتصلح الحل امتى هفضل خاف على اولادي مش خاف على اولادي اه مراتي وامي وعيالي طب اه المصير ايه المستقبل ايه الفن مش كفر الفن من اعظم الحاجات اللي ربنا اه اه ألهم بها العبد ومصر طول عمرها من وراء عمرها